اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم من مواضيع التنظيط الهو هو التخلص من الأسطر الفارغة طبعا الأسطر الفارغة عادة ما تحدث عندما ننسخ ملف من الانترنت طبعا عدي هذه قصيدة نسختها من الانترنت واذا لاحظ أنه تحتوي على أسطر فارغة وحتى نتأكد أن هناك أسطر فارغة من الصفحة الرئيسية نظهر علامة الفقرات طبعا إذا ألاحظ أنه هنا عندي فقرات فارغة وعندي هنا أسطر فارغة يعني الفقرات هي تأتي من خلال enter وهن تأتي من خلال السطر اليدوي في البداية لا بد أن نحول علامة السطر إلى علامة فقرة حتى بالتالي نقدر نتخلص من علامات الفقرة طيب كيف نحول علامة السطر إلى علامة الفقرة طبعا من خلال الصفحة الرئيسية نجي إلى استبدال هنا نبيل أعلى نجي إلى خاص وطبعا نختار فاصل أسطر يدوي هذا الخيار طبعا نختاره جيد ورح نحوله إلى أيضا من خاص رح نحوله إلى علامة فقرة وطبعا رح نستبدل الكل نجي إلى استبدال الكل موافق نلاحظ أنه رح يتم استبدال الأسطر إلى الفقرات مثل ما نلاحظ أنه كل الأسطر تم استبدالها إلى فقرات الآن قدرنا نحول كل علامات الأسطر إلى الفقرات الآن رح نجي نتخلص من هذه الفقرات الفارغة من خلال أنه رح نستبدلها بفقرة واحدة كل مجموعة فقرات رح تستبدل بفقرة واحدة طيب نجي من الصفحة الرئيسية استبدال جيد نجي بالأعلى من خاص رح نختار علامة الفقرة وطبعا رح نستنسخها مرة ورح نلصقها مرة أخرى وبالأسفل أيضا من خاص رح نختار علامة الفقرة أيضا وطبعا نجي إلى استبدال الكل إذا لاحظ أنه عدنا تم استبدال 186 أيضا رح نجي مرة ثانية نعيد الاستبدال طبعا نبدأ نطبق الآن تطلع لنا نتيجة واحد إذا لاحظوا أنه هنانا عدنا نتيجة 78 طبعا عدنا هنا نتيجة أربعة النتيجة ثمين والنتيجة واحد أي تم الاستبدال تماما إذا نجي نتخلص من علامات الجدولة رح نلاحظ أنه تم حذف الأسطر الفارغة بشكل آلي وبشكل سهل جدا طبعا العملية لو كانت بشكل يدوي ممكن تستغرق ساعات للتخلص من الأسطر الفارغة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى